وفي نفس الوقت في مشاكل حقيقية يعني النهاردة منشور على المواقع انه اب في منطقة الخصوص خنأ ابنه لمجرد ان زوجته حصلت على حكمه بضمه اليها بمنطق القانون وبمنطق الشرع خنأوا موته ورفض ان يوديه اليها والولد ده عنده ست سنين هذا امر خطير جدا لابد من معالجته بشكل واضح ومحدد بما يحقق التوازن ما بين الزوجة وما بين الزوج بما يحقق وجود تكافل حقيقي للأسرة ولكن لازم نسمع الناس لازم يبقى فيه حوار مجتمعي ممكن الناس تقول كلام افضل مما هو موجود في مواد القانون زي بقول السيد وزير عدل على الحكومة ان تستجيب احنا قصب نعمل القانون ده للرأي العام وللأسرة لبناء الأسرة مش لهدم الأسرة ولا لتقفيش الشباب من الزواج زي ما البعض بيقول ولا لزيادة الزواج العرفي لا وإلا تبقى الدولة دي بتعمل ضد الناس وهذا غير حقيقي نحن نريد حوارا مجتمعيا حول هذا القانون الهام والخطير الذي يؤثر على كل بيت والناس اللي بتفتي كتير اللي همين دول والناس اللي بتصطاد كل كلمنا بتتقالوا يفسروا بمزاجهم أرجوكم نقطونا بسوادكم أرجوكم البلد مش مستحملة أرجوكم بطلوا نشط شاعاته الأكاذيب إن احنا موجودين احنا حنتكلم وانتوا حتتكلموا حيبا فيه حوار مجتمعي والحكومة مش على مزاجها اللي هي عايزة حتنفزه حتسمع الرأي العام انت سمعتوا السيد الرئيس لما قال ايه لما قال أنا كنت أتمنى قبل ما تقدموا مشروع قناة سويس يا قيادة قناة سويس تعمل حوار مجتمعي كنت تعمل يا ساتي الفريق حوار مجتمعي نقعد لأن دي قناة السويس ماهيش ترعى على جام دي قناة سويس ودي أمن قومي وغير مسموح للأجانب بأي حال من الأحوال بتتغلغل في هذا الصندوق وزي ما قال سيادة الرئيس الصندوق للمصريين وانا سألت واحنا وقفين مع سيادة الرئيس غير الحوار اللي كان موجود سيد الرئيس قال هذا صندوق للمصريين للمصريين فعلينا أن ندرك تماما ان البلد دي مش ميغة مش اي حد ييجي بيع قناة سويس ولا هاي حد يخترق قناة سويس لا جيش مصر وقيادة مصر بالتأكيد زي ما الشعب المصري حريص الكل حريص لكن في نفس الوقت نزبط الألفاظ وأنا بتمنى من مجلس النواب لسه القانون محدش يعني مخدش التصويت النهائي يتعامل تعديل في المادة ونزبط نزبط مهم الصندوق ده ايه والمجرى الملاحي لوحده والصندوق ده على جنب منطقة لوجستية بعيد عن القناة وبعيد عن مصار القناة عشان القناة دي قضية أمن قومي ومش هنخليها عرضة للقيل والقال ما ينفعش ما ينفعش وغير مسموح بهذا الكلام بيحال من الأحوال وعشان كده علينا ان احنا نبقى على ثقة ان بلدنا محمية بإذن الله بشعبها وبجيشها وبشرطتها وبقيادتها السياسية الايام اللي جاية كمان هيتناقش قانون المصالحات على مخالفات البناء وارجع واقول كنت